في شان الميداني حيث تشهد جبهات القتال غربي مأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثة الانقلابية وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثة الانقلابية غربي مأرب وذكر أن مدفعية الجيش استهدف التعزيزات للميليشيا الحوثية غرب المحافظة ما أدى إلى تدمير طقبين ومصرع جميع من كانوا على متنهما وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة قد تمكنت من إحباط هجمات شنتها ميليشيا الحوثة الإرهابية في عدد من جبهات القتال